موسيقى نتحول إلى آخر تطورات الأزمة الأوكراني حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع لتخزين صواريخ هيمارس الأمريكية للصنع ومدافع هاودزر أم ثلاثة سبعات وذلك بالقرب من مدينة أمان في وسط أوكرانيا وأضافت الوزارة في بيان لها يومي أنها دمرت أكثر من ثلاثة مائة صاروخا في هذه الضربة وكانت كييف قد أشدت بوصول منظومة هيمارس بعيدة المدى المتطورة في الولايات المتحدة باعتبارها عاملة لتغيير محتمل لقواعد اللغبة استنكر الكريملين دعوة رئيس الأوكراني فلودمير زلناسكي لفرض حظر على سفر جميع الروس ووصفها بأنها مستفزة قال المتحدث باسم الكريملين دماتري باسكوف أن أوروبا عليها اتخاذ قرار بخصوص ما إذا كانت ترغب في سداد فواتير زلناسكي مضيفا أنه لا مجال لعزل الروس عن بقية العالم حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف من أن الولايات المتحدة تقترب من خط خطير في المواجهة مع روسيا وذلك بعد تقديمها مساعدات إضافية لكييف وقال أنتونوف أن واشنطن تواصل تصعيد الصراع الأوكراني بتخصيصها مليار دولار إضافي للعمليات العسكرية وبما لا يسهم في التسوية السلمية للأزمة وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في حزمة إضافية جديدة من الأسلحة والمساعدات الأمنية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار تحية لكم من جديد قال رئيس مجلس الدومة الروسي فياتشيسلاف فولودان إن الغالبية العظمى من الشركات الأجنبية لم تغلق أعمالها في روسيا بالرغم من العقوبات وأضاف فولودان إنه على الرغم من الضغطات والعقوبات غير المسبوقة على روسيا إلا أن 77.6% من أصل 1382 شركة أجنبية بقيت تعمل في السوق الروسي وأوضح رئيس مجلس الدومة الروسي أن الشركات الأجنبية تتردد في مغادرة السوق الروسية ليس فقط بسبب التكلفة المادية الكبيرة بل لأن ذلك يحرمها من احتمالات العودة أعلنت الوكالة الروسية للنقل الجوي تمديد نظام حظر الطيران في وسط وجنوب روسيا حتى السابع عشر من أغسطس الجاري أفاد بيان للوكالة الروسية أنه تم تمديد نظام القيود على الرحلات الجوية في أحد عشر مطارا في جنوب ووسط روسيا وذلك حتى السابع عشر من أغسطس يذكر أن نظام حظر الطيران في عدد من مناطق وسط وجنوب روسيا قد تقرر في الرابع والعشرين من فبراير الماضي مع بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في إطاري الاتفاق الأممي لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية أبحرت سفينتان جديدتان تحملان الحبوب من ميناء تشورنو ماراسك الأوكرانية وكانت الأمم المتحدة قد نجحت الشهر الماضي في التوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير الحبوب بعد تحذيرات من أن تتوقف شحنات الحبوب نتيجة للصراع ربما يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء وتفشي المجاعات في مناطق من العالم هذا وتوفر روسيا وأوكرانيا معا ما يقرب من ثلث صادرات القمح على مستوى العالم دخلت الخطة الأوروبية التي تطالب الدول الأعضاء بخفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15% حيث التنفيذ للتعامل مع أزمة أسعار الطاقة التي أثرتها الأزمة الروسية الأوكرانية قال مجلس الاتحاد الأوروبي أن الهدف من خفض هذا الطلب على الغاز هو تعزيز احتياطاته وذلك قبل الشتاء من أجل الاستعداد لانقطاع محتمل في إمدادات الغاز من روسيا وتستثنى هذه الخطة الأوروبية تستثني بعض الدول غير القادرة على توفير ما يكفي من الغاز حيث طلبت المجر التي تعتمد على الغاز الروسي كليا وذلك باستثنائها من هذه القاعدة أعلنت شركة ترونسانفونت الروسية المسؤولة عن نقل المحروقات توقف إيصال شحنة النفط الروسية إلى دول أوروبية عبر أوكرانيا وذلك بسبب رفض معاملات مصرفية جراء العقوبات المفروضة على موسكو وأضحت الشركة في بيان أن هذه الشحنات تنقل بواسطة فرع من خط أنبيب دروكبا الذي يوصل النفط إلى المجر على وجه الخصوص ارتفعت تدفقات الغاز المتجهة شرقا عبر خط أنبيب يامال أوروبا إلى بولندا من ألمانيا بشكل كبير اليوم ظلت التدفقات الفعلية عبر خط أنبيب نوردستريم وون من روسيا إلى ألمانيا ثابتة وتخفض روسيا التدفقات عبر خط الأنبيب إلى 20% فقط من طاقته موضحة أن السبب في ذلك هو إجراء أعمال صيانة من جهتها قالت شركة جاسبرام الروسية أنها بصدد شحن 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الثلاثة وذلك بارتفاع طفيف من 41.8 متر مكعب بالأمس موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر